بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويليها بعد ذلك الفتحة ثم إذا انتهينا من الحركات كانت العلامة الرابعة وهي السكون التي يضد الحركة أضعف العلامات الأربع وقلت لكم أنه في حال كانت الحركة الأقوى هي الكسرة فإننا نرسم الهمزة على ياء وإذا كانت الضمة فإنها ترسم على واو وإذا كانت الفتحة فإنها ترسم على ألف نقف هنا لنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن رسم الهمزة على ألف قلت لكم سابقا إن ضبط القاعدة يعتمد على معرفة حالة الحرف المهموز وحالة الحرف الذي قبله طبعا الآن سنسقط من خياراتنا الكسرة والضمة لأنه لو وجد كسرة فسترسم على ياء ولو وجد ضمة هنا أو هنا فسترسم على واو ونحن نتحدث عن رسمها على ألف فالخيارات كلما تقدمنا كلما كانت أقل لذلك الاحتمالات الممكنة الآن هنا هي الآتي أن يكون الحرف المهموز مفتوحا وما قبله مفتوح أو ساكن في هاتين الحالتين سنرسم الهمزة على ألف أو أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المهموز مفتوح وبعده الحرف المهموز مفتوح أو ساكن هذه القسمة العقلية وحينئذ سترسم أيضا على ألف إذن نقول ترسم الهمزة على ألف إذا اجتمع الفتح مع السكون بغض النظر عن الترتيب أن يكون هذا الساكن وهذا المفتوح أو هذا الساكن وهذا المفتوح وبالأمثلة يتضح الكلام إن شاء الله تعالى لاحظوا معي كل هذه الكلمات لاحظوا معي سأ سأ سأل الحرف المهموز مفتوح والحرف الذي قبله مفتوح ومثلها تماما زأر جأر دأب تألم تأخر تأثر كل هذه الكلمات لاحظوا معي الحرف الذي قبل المهموز جاء متحركا كما ترون هنا بالفتح مفتوحا كما ترون والحرف المهموز جاء مفتوحا ولذلك رسمت الهمزة على ألف في جميع هذه الكلمات لاحظوا معي مجموعة أخرى من الكلمات وَأَدَى مُتَأَمِّل مُتَأَهِّل إِلْتَأَمَى يَتَأَذَّى نَأَى نَأَى لاحظوا معي هذه الكلمات لا جديدة فيها أيضا أتى الحرف الذي قبل الحرف المهموز مفتوحا وأتى الحرف المهموز مفتوحا ولذلك كتبنا الهمزة على ألف كما ترون في جميع هذه الكلمات ننظر إلى مجموعة أخرى يس أل يز أر ير أس مس أله منشأه هد أه طَمْ أَنَأَوَتْ وَأَدْ وَأَدَى ذَهَبَتْ وَأَدْ فَجْأَهْ لاحظوا معي هذه الكلمة منشأة لا جديدة فيها لأنها أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح ولكن في بقية هذه الكلمات نجد أن الهمزة جاءت مفتوحة وما قبلها ساكن إذن جميع هذه الكلمات أتت على حالتين لا ثالثة لهما فتح مع فتح أو سكون وبعده فتح ولذلك أعطينا الحكم للفتح فكتبنا الهمزة في جميع هذه الكلمات على ألف بهذا الشكل لذلك لو سئلنا عن سبب كتابة الهمزة على ألف هنا في منشأة سنقول لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح في مسألة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن ننظر إلى مجموعة أخرى من الأمثلة ننظر معي إلى رأس نجد الوضع انعكس عما رأيناه قبل قليل وهو أن الحرف المتقدم مفتوح والساكن لاحظ معي فأس فأر ثأر بأس فأل مأخذ مأكل مأثرة مأدبة مأرب مأمورة وعد وعد رأ ف يأمر رأي يأنف مأس است صلا است صلا لاحظوا معي أنه في جميع هذه الكلمات أتى الحرف المتقدم أتى الحرف المتقدم مفتوحا وما بعده ساكنا كما ترون ولذلك كتبت الهمزة على ألف بهذا الشكل لأن الحكم للحركة لأنها أقوى من السكون كما رأيتم لذلك نستطيع أن نلخص قاعدة كتابة الهمزة على ألف فنقول القاعدة تقول إن أتى فتح وبعده سكون أو سكون وبعده فتح أو فتح وبعده فتح فإن الهمزة المتوسطة ترسم على ألف نلتقي في درس آخر إن شاء الله تعال